اشتركوا في القناة فإن رأى شعره جاهدا وصبطا فإنه يشرف ويوعز فإن رأى شعره الجاهد صبطا فإنه يتضع ويصير دون ما كان وإن رأاه صبطا طويلا متفرقا فإن مال رئيسه يتفرق وإن كان ناعما لينا فإنه زيادة مال رئيس وقيل من رأى كأن له شعرا طويلا وهو مسرور به فإنه محمود وخاصة في النساء فإنهن يستعملن شعور غيرهن في الزينة حلم المرأة بالشعر الطويل علامة سيئة على عكس ما يدل عليه الشعر الطويل في الواقع من جمال وصحة وأوضح أن الشعر الطويل يعني الهموم الكثير وهو رمز للهم والحزن والكرب عند المرأة تحديدا أما قص الشعر يعني التخلص من الهموم وإذا حلمت المرأة بشخص يقتلها فهو يتزوجها لأن القتل في قديم الزمن يعني قتل شخص لكسب المغانم كما أن فسان الزفاف عندما تحلم به فتيات صغار فيعني النجاح في شيء ما أما إذا حلمت به سيدة كبيرة فهو أمنية أما تفسير حلم الرؤية طول الشعر لابن سيرين من رأى كان له شعرا طويلا وهو مسرون به فإنه محمود وخاصة في النساء فإنهن يستعملن شعور غيرهن في الزينة ورؤيا طول الشعر محمود فمن رأى كانه طال فإنه يزيد في علمه وماله وإن كان صاحب الرؤية سلطانا قوي سلطانه وكان حسن السيرة فيه وإن كان تاجرا ربحت تجارته لقوله تعالى وزاده بسطا في العلم والجسم وإن كان صاحب الرؤية امرأة دلت رؤياها على الولادة وقيل ليتن وكان ابن سيرين يكره بياض الشعر للشعب ويقول الشعب الافتقار والهم وإذا طال الشعر فإن رأى ذلك فقير اجتمع عليه مع فقره دين وربما حبس فإن رأى أنه نتف شعبه فإنه يخالف السنة ويستخف بالمشايخ فإن رأى شاب في شعره بياض فإنه قدوم غالب عليه إن الشعب في التأويل زيادة أقار وذين وقيل هو زيادة عمر لقوله تعالى ثم لتكونه شيوخا وقيل إن من رأى رأسه أشيب فإنه يولد له لقوله تعالى واشتعل الرأس شيبه وحكي أن الحجاج بن يوسف رأى كأن رأسه ولحيته قضي بالضاء فلقي عبد الملك من مرهان هم وغم وتغير في أمره وأما المره إذا رأت شيب جميع رأسها دلت رؤياها على فسق زوجيها فإن كان زوجها صالحا فإنه يغايرها بأمرات أخرى جارية وإن لم يكن كذلك فإنه يصيبه منها غم وحز وأما الذؤابة للرجل فإنه ابن مبارك إن كان متزوجا وإن كان عزبا فهي جارية جميلة يشتريها بعدد كل ذؤابة وكذلك هي للمرأة ابن رئيس وتدل على خصب السنة وأما سواد شهر المرأة فيدل على شيئين أحدهما محبة زوجها لها والثاني استقامة أحوال زوجها فإن رأت امرأة كأنها كشفت شعرها فإن زوجها يغيب عنها فإن رأت كأنها لم تزل مكشوفة الرأس فإن زوجها لا يرجع إليها وإن لم يكن لها زوج لم تتزوج أبدا فإن رأت شعرا كثيفا وأبصر الناس ذلك منها فإنها تفتضح في أمر ما تفسير حلم رؤية طول الشعر لابن شهين من رأى شعره طال طولا زايدا فإنه هم وغم وإن رأت المرأة ذلك يكون زينة وزيادة بهاء وقيل رؤية الشعر لمن كان متلبسا بزي الفقراء فلا بأس به شعر الرأس في المنام يعني مال وعمر طويل فمن رأى شعر رأسه يطول فإن عمره يطول ومن رأى شعره طويلا فإن ذلك محمود خاصة في النساء والضفائر دليل الديون على الإنسان وإزالة شعر الشارب والإبط دليل على قضاء الديون وذهاب الهم واتباع السنة وضفر الشارب شكرا